عرض كتاب بعد مئة عام لازلنا نبحث دولة تأليف سالم الفلاحات كاتب وقيادي إسلامي أردني من مواليد عام 1954 حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية يعتبر رابع مراقب عام في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين الأردنية وأحد مؤسسي حزب الشراكة والإنقاذ يناقش الكتاب ما وصلت إليه الدولة الأردنية بعد مئة عام على التأسيس الكتاب وقع في ثمانية فصول وتطرق للحالة العربية ودخل في تفاصيل تأسيس إمارة شرق الأردن وشروط ذلك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في كتابي هذا وهو واحد من عدة كتب نشأ عن المعاناة وعن الهدف الاستراتيجي البعيد لكل مواطن أردني وهو بعنوان بعد مئة عام لازلنا نبحث عن دولة لن أتحدث عن الكتاب لن أتحدث عن الكتاب في تاريخ الأردن الضارب في أعماق التاريخ والذي كان من ألاف السنين ويشهد على ذلك الأثار الباقية في هذه الأرض الخالدة من هذه الأرض المباركة المناصقة للمسجد الأقصى فالكتاب ليس كتاب تاريخ كان الهدف الأساس لهذا الكتاب وما قصدته هو العمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة في الأردن تكون أنموذجا في العالم العربي سيما وأن دستور المملكة الأردنية الهاشمية دستور 1952 هو دستور ملكية دستورية في نظام نيابي ملكي وراثي في أزمة كورونا وكان في الوقت متسع وكان الأردن يعد لمرور مائة عام على إنشاء الدولة كانت لدي الفرصة الكبرى وأنا منعزل في البيت لأكتب ما واسعني الجهد عن هذه المائة السنة الماضية من عمر الدولة استنزفت الأمة منذ تاريخها منذ 13 قرنا وهي تحت فلسفة الحفاظ على الأمن فكان يمنع أجيال كبيرة في هذا التاريخ العربي والإسلامي من الثورة على الظلم المستمر هو الحرص على الأمن وعدم إراقة الدماء وهذه فلسفة إسلامية لكنها فلسفة الضرورة والأصل إن كان بناء الأوطان وتحقيق الأمن للمواطن والسعادة للمواطن تقتضي أي تضحية يجب أن تقدم إذا كانت التضحيات كبيرة فهذه حال الضرورة يمكن أن يتوقف قليلا انتظارا لفرصة مناسبة لكن المشكل أن هذا الاستثناء وهذه الضرورة أصبحت هي الأساس فبدلا من أن نتعامل مع هذه القضية كالتعامل مع أكل لحم الميت عند الحاجة أصبح مطعومنا هو أكل لحم الميت على طيلة هذه الفترة ونحن أمة نشأنا أمة وأمرهم شورى بينهم وبتعبير اليوم دولة ديمقراطية فمنذ أكثر من ألف من 14 قرن من هذا التاريخ نحن كنا في أمة وفي دولة ديمقراطية يحاسب فيها خليفة المسلمين ويقوم عوجاجه الدول الأوروبية بدأت دول ديكتاتورية يحكمها الأفراد ولكنها بعد تضحيات الشعوب وصلت إلى حالة من الديمقراطية نتمنى في بلداننا أن نحكم بديمقراطية أي ديمقراطية من الدول الأوروبية أو الأمريكية لكن العكس نحن اليوم بدأنا دولة شورية ديمقراطية من أين لك هذا الثوب يا عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة إن أخطأت فقوموني رجعنا نحن إلى ما كانت عليه الدول الأوروبية والغربية قبل 14 قرن لذلك كان هذا الإحساس هو دافع رئيس لأن أكتب عن بلدي هل نحن في المائة سنة التي نتحدث عنها وصلنا إلى حالة دولة ثم هل وصلنا إلى حالة دولة ديمقراطية هذا تقريبا هو قلب الكتاب ومحتوى الكتاب الكتاب وقع في ثمانية فصول تحدث عن الواقع العربي في بداية المائة السنة الماضية الحالة العربية وتحدث عن تأسيس إمارة في شرق الأردن لكنه دخل في العمق لماذا حرصت بريطانيا على تأسيس إمارة في شرق الأردن ومن الذي أسس هذه الإمارة وما حدود حرية هذه الإمارة وكيفية تمويل هذه الإمارة في البدايات وما هي الشروط التي وضعت على الأمير عبد الله في تلك الفترة وهذه معروفة وفي ثناية الكتاب أنه أعطي من شيرتشل مهلة ستة أشهر للتجربة وقال نحن معنا ستة أشهر فإما أن نكمل العمل وإما أن نعيد النظر في تجربة إنشاء إمارة في شرق الأردن وتحدث لماذا لا نسير إلى الأمام في الإصلاح سيما أننا في عام 1956 تشكلت حكومة نيابية ديمقراطية حزبية رئيسها أو كلف برئاستها رئيس حزب الأغلبية سليمان النابلسي رحمه الله مع أنه فشل في الانتخابات النيابية مقابل المراقب العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد عبد الرحمن خليفة إلا أنه مدام هو رئيس حزب الأغلبية حصل حزبه على 13 مقعد فكلف بتشكيل هذه الحكومة وكانت حكومة حزبية في معظمها وفيها بعض المستقلين لماذا نحن في 1956 كنا بمستوى عالي من الديمقراطية واليوم رجعنا بعد عدة عقود إلى أن لا علاقة للشعب الأردني أبل 10 مليون أو 11 مليون لا برئيس الوزراء ولا بأي مسؤول من المسؤولين ولا هو يختار مجلس نواب اختيار حقيقي ولا قانون مجلس النواب قانون يمثل الشعب الأردني بشكل حقيقي ولا المسؤولين الكبار يعينون بإرادة شعبية أردنية هذه فقدت فتحدت عن العصي في دوالب الإصلاح لماذا لا يتم عندنا إصلاح؟ كان فيه احتجاج بأننا بلد عشائري ولا يصح فيه الديمقراطية وفنت هذه المسألة وقلت أن الكثير من الكبار السياسيين الأردنيين في حقبة طويلة كانوا عشائريين ولكنهم كانوا سياسيين فهذا لم يمنع سليمان النابلسي ولم يمنع أحمد قطيشة العزايدة ولم يمنع عبداللطيف عربيات ولم يمنع كبار الأردنيين من أن يمارسوا السياسة وبديمقراطية فتم الرد في هذا الكتاب على هذه القضية من الآلام كذلك التي راجعتها أن الدولة الأردنية أو السلطة بين فترة وآخرى عندما تتعالى الأصوات وتكثر الاحتجاجات تغير الأشخاص لكن تغير هؤلاء الأشخاص لا يؤثر مطلقا بالبنية الأساسية للدولة فبهذه الفترة أشرت إلى أن حزب الشراكة والإنقاذ عقد مؤتمرا تحت عنوان تغيير النهج وذكرت هذا المؤتمر في الكتاب وبخاصة في نهاية الكتاب أن المطلوب هو تغيير النهج وليس تغيير الأشخاص أو الأشكال وبحث هذا المؤتمر في خلال أربعة أيام حوالي أربعة عشر محورا يطلب فيها تغيير النهج شملت كل شيء شملت الديوان الملكي والحكومة وتشكيل الحكومة ومجلس النواب وهكذا في الأربعة عشر محورا التي يجب فيها التغيير كما تعرض الكتاب إلى الحريات العامة ووضع الحريات العامة في الأردن بعد مائة سنة كيف كانت وإلى إن وصلت هل تقدمت فيه خلال مائة سنة أم هي تتراجع للوراء هذا تجده في ثنائي الكتاب كذلك احتوى الكتاب على محطات في التاريخ السياسي الأردني قسمتها إلى محطتين محطات إيجابية مشرفة وذكرتها وكذلك محطات سلبية مؤلمة مرت بنا خلال المائة سنة الماضية ذكرت في الكتاب بعض الإصلاحيين في المائة سنة في الحالة العربية يعني من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وأشرت إلى بعض الإصلاحيين في الوطن العربي سواء كانوا قوميين أو إسلاميين أو غير ذلك ونقلت محاولات بعضهم مثل الشيخ محمد عبدو الذي فكر بإنشاء حزب سياسي حزب وطني سياسي مع أنه عالم أشيخ لكن أركز وأكد أن لا يكون هذا الحزب دينيا إنما يكون حزبا وطنيا يجمع الجميع ولا يأخذ لافتة معينة أو زاوية محددة من العمل السياسي ذكرت الكواكب رحمه الله الذي سبق كذلك وكيف يشير إلى المستبدين الذين يمنعون قيام الحريات والحياة الديمقراطية فيقول مثلا يقول في الكتاب نقلت هذا من الكتاب المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم درا وطاعة لبنا وطاعة يعني وكالكلاب تذللا وتملقا يعني هذا هو المواطن الصالح مثل الكلب تذللا وتملقا وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت وإن ضربت شرست وهكذا لا أريد أن ذكرت الخلاف التاريخي الذي آمل أن يزول في بلدنا في الأردن وفي المنطقة العربية هو الخلاف بين الاتجاهين القومي العروبي وبين الاتجاه الإسلامي وهذان خطان كبيران في العالم العربي تصارع لما يقرأ من سبعين سنة حتى الآن ولكن النتيجة كانت صفرية وكأن الخط القومي أو العروبي لا يمكن أن يكون إلا على حساب الإسلام أو كذلك كأن الإسلام العظيم وفيه النظرية السياسية الكبيرة لا يمكن أن يزول إلا بشطب القومية العربية وهذه نظرية فاشلة وفاسدة ومقصودة واستعمارية أريد لها أن تتعمق في الوطن العربي تحدثت عن هذا وذكرت من أكبر الأقطاب في هذا الخلاف أو يظن أن هذا الخلاف أن المفكرين في الاتجاهين كانوا أبرياء من هذه القسمة ومنهم الأستاذ حسن البن رحمه الله وهو المؤسس والمرشد العام للإخوان المسلمين قبل مئة سنة تحدث عن القومية لكن ليس الحديث عن القومية الندية الندية والصراعية مع الإسلام وتحدث عن الإسلام كذلك أن الإسلام يفهم هذه القومية والنبي عربي والكتاب عربي والأمة التي حاملت الإسلام أمة عربية والقرآن عربي وهكذا وتحدث مفكرون قوميون كذلك عن أن العروبة قلبها وأساسها وروحها الإسلام وهي بغير الإسلام ميتة وتستغرب حتى مشيل عفلق تكلم بهذا وألقى محاضرات عديدة لكن للأسف لا يبرز ولا يظهر من كلام المفكرين سواء القوميين أو العروبيين أو الإسلاميين إلا ما يكون محل خلاف ذكرت الوثيقة التي نرزح تحت نيرها حتى هذه اللحظة وهي التي مزقت فلسطين وقدمت فلسطين لقمة سائغة للعدو الصهيوني وهي وثيقة بالفور وهذه الوثيقة لها وجهان وجه تم الوفاء به وهو المتعلق بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ولكن الشقة الثاني كان هو يعد العرب ويعد الشريف حسين بدولة دولة خلافة عربية كبيرة هذه الدولة لم ترى النور وتقزمت حتى بقيت على إمارة شرق الأردن ولم يعد الإنجليز يتحدثون عن دولة عربية بل رفض تشيرتشيل طلبات الأمير عبد الله بأن يتحد شرق الأردن مع فلسطين وأن يتحد شرق الأردن كذلك مع العراق هذه الطلبات كلها رفضت ولم يقبل منها إلا إنشاء إمارة شرق الأردن هذا الوعد له خفايا أكثر من وعد بالفور حيث أن الوزير الخارجية الفرنسي كان يعاتب وزير الخارجية البريطاني كان يعاتبه يعني كيف تسمحون أو تعملون على إنشاء إمارة في شرق الأردن فكان يطمئنه أن هذه خدعة يعني بهذا التصميم هذه خدعة وليس المقصود فيها خدمة الأردن ولا إنشاء يعني دولة في شرق الأردن وكان يسعى إلى اتساع فلسطين وفلسطين عندهم معناها إسرائيل أن تتوسع إلى الشمال كذلك إلى لبنان وليس فقط في داخلها اتحدد تحددت في الكتاب عن مؤتمرات عقدت في بدايات القرن الماضي يعني قبل مائة سنة في 1920 مؤتمر أم قيس وفي 1928 مؤتمر في قهوة حمدان في العاصمة عمان وكيف كانت هذه المؤتمرات تقدر تقديرا واضحا وتقرأ الحياة السياسية وتقرأ الأطماع الصهيونية بأن هناك أطماع صهيونية بريطانية في شرق الأردن كما هي في فلسطين هذا التحدث عنه في 1927 1937 عقد مؤتمر في أم العمد هنا على 10 كيلو متر من هذا المكان ونبه إلى الخطر الصهيوني الذي يريد ابتلاع الأردن كما تبتلع فلسطين نقلت عن مؤرخة ماري ويلسون قالت في كتابها بريطانيا وصناعة شرق الأردن تقول إن إنشاء إمارة في شرق الأردن لم يكن إلا خدمة لمصالح بريطانيا هذه العهد على الرأو هي تقول خدمة لمصالح بريطانيا ومشروعها الصهيوني ولو رفعت بريطانيا يدها عن الأردن خصوصا في تلك المرحلة وهذا كلام مهم فسيكون الأردن جزءا من فلسطين أو العراق أو سوريا أو السعودي لكنه أريد للأردن أن يجتزأ بحيث تبقى هذه القسمة ولا بقي جزءا فاعلا له امتداده وتكامله مع العرب طبعا والأمير على شرق الأردن هو الأمير الذي وعد والده بدولة دولة خلافة عربية كبيرة دولة الخلافة تقزمت وأصبحت الأردن ليس لتقديم هدية للأمير عبدالله وليس وفاءا بالوعود إنما لتمزيق الوطن العربي بهذه الصورة لكن انظر إلى وأثبت في الكتاب شكوى الملك عبدالله ونقلت هنا أسهل علي من القراءة الآن شكوى الملك عبدالله الأول حيث يقول بعد ما صار ملك هذه مصيبتي مع جميع رؤساء الوزارات يعني يشكو من رؤساء الوزارات عنده أنهم لا يفعلون شيئا إلا بعد إطلاع السفير البريطاني وهو لا يدري ولدى تعرضه لسيل هائل من الضغوط الملحة لتسليم الذين هاجموا الجنرال الفرنسي غورو طلب من الأردن تسليم هؤلاء وقد هربوا إلى الأردن وكان الأردن وهذه الحقيقة يستقبل مثل هؤلاء الثوار الوطنيين كان يقول جئت إلى شرق الأردن عازما على المطالبة بسوريا الأمير عبدالله الملك عبدالله الأول وفي القدس وافقت على سياسة تشيرتشيل لأنني لم أرد أن أفعل شيئا من شأنه أن يسبب متاعب للبريطانيين لأن سياستي خلال الحرب كانت تقضي بأن أنسق أعمالي مع بريطانيا العظمى ورفضت السماح لفيصل الملك عبدالله الأمير عبدالله يقول بقبول العرض الآتي من الأتراك الأتراك عرضوا على فيصل ربما أحسن مما عرض الإنجليز وكان بوسعي أن أخذوا العراق وحين أشرت في القدس إلى أن من شأن الستة أشهر التي أشرنا إليها قبل قليل الجمود في شرق الأردن يعني يعني هذه المهلة المؤقتة لأن يكون أميرا لمدة ستة أشهر قال أشرت إليها التي هي فترة التجربة الإجبارية بعد أن ذهبت إلى هناك وأعلنت للعالم كله عن اعتزام أخذ سوريا أدى ذلك إلى ضياع سوريا وإثارة سخط العرب فهمت أن هناك فرصة للاهتداء مع الانتهاء الأشهر الستة إلى الوسيلة الكفية بتنصيبي في دمشق لكنه لم ينصم في دمشق قلنا المؤتمر وطني في 1928 عقد في قهوة حمدان في عمان للأسف قهوة حمدان معلم تاريخي بالعاصمة تمت إزالة هذا المكان التاريخي السياسي أقدمت أمانة عمان على إزالة هذا المقهى الذي هو التاريخي هذا الميثاق نجمع عن هذا المؤتمر الوطني ميثاق وطني وأسس حزب سياسي باسم حزب الميثاق الوطني لأنهم منعوا اللجنة التنفيذية للميثاق الوطني من استمرار عملها الوطني فألجئوا إلى تشكيل حزب سياسي مكث حوالي أربع سنوات من وصايا هذا الميثاق عدة وصايا حوالي عشر وصايا لا يتسع الوقت لذكرها يعني يمكن الاطلع عليه في الكتاب نعم نعم يعني من الآلام الكبيرة بها السنوات المائة سنة الماضية التي أقول نحن لم نصل لمرحلة الدولة بعد كتب أحدهم يوما ثمانون عاما بحثا عن مخرج وبعد هذا الكتاب وهذا صلاح حسن مصري وبعد هذا الكتاب بحوالي أربعين سنة كتبت هذا الكتاب بعد مائة سنة لازلنا نبحث عن دولة طبعا اعترض البعض يعني أنا لا أمكر في عنا كيان سياسي في عنا نظام لكن دولة بتقاليد الدولة حسب الدستور الأردني هذه آمل من الجيل أو من الأجيال أن توصل دولتنا إلى دولة النموذج ونحن نسعى إلى ذلك وطني مثل صبحي أبو غنيمة يحرم من الجنسية الأردنية بالضغط البريطاني طبعا صبحي أبو غنيمة يحرم تسحب منه الجنسية يقول صبحي أبو غنيمة بلهجة ساخرة وألم وطني شديد يقول في الوقت الذي أحرم أنا فيه من الجنسية الأردنية تعطى الجنسية لأبو حنيك يعني كلب أن أبو حنيك إن أبو حنيك يحمل هذه الجنسية في جيبه يعني ورقة بينما أنا أحمل هذه الجنسية في قلبي وفي تراب آبائي وأجداتي الكتاب مليء بالوثائق التي تعاد إلى أصلها لم أنقل في الكتاب أسوأ ما قرأت أو أسمى ما وجدت نقلت فيه إلى حد معين لأنني لم أعمد لا أن أقدم أوراقي لأحد ولا أن أكون مهاجما للنظام السياسي لصالح أحد آخر وصفت الحالة بما يكفي في كتاب موجز في أقل من ثلاثمائة صفحة وأتمنى على من لديهم ملاحظة اليوم أو غدا أن يبديها طبعا بهذه الفترة الصورة اليوم نحن أقول بعد هذا الكتاب الصورة اليوم بـ 2023 هي لا تختلف عن الصورة في 1923 أو 1945 أو 1980 وهكذا فالصورة للأسف هي تتكرر مثلا صنعت أحزاب الآن اليوم في أحزاب سياسية فيها أحزاب جادة على اختلاف أنواعها لكن في أحزاب مصنوعة في السابق كتبوا لأنه طالت المدة تباعدت كتبوا عن الأحزاب المصنوعة في الأردن أحزاب مصنوعة بأيدي يهود وبتعاون بريطاني وتمول من الصهاينة في فلسطين ومعروف الممول وكيف تنقل الأموال إلى هذا الحزب وما هو ما هي نظرة الأردنين لهذا الحزب المصنوع وكيف يحتقرون هو القائمين عليه لكن هذا مذكور للأسف في تاريخنا وهماك يعني الثروات المنهوبة يتحدث عنها في سنة سبعة وخمسين يتحدثون صحيفة الكفاح الإسلامي كتبت مقارن في ألف سعمية وسبعة وخمسين تتحدث عن الثروات المنهوبة في الفوسفات وفي البوتاس ومن وراءها وكيف تكون تحدث عن الدولة الديمقراطية التي أسعى وأتمنى إن لم أرها أن يراها أحفادي يراها أبنائي يراها أحفادي لتكون دولة الأنموذج ونحن قادرون على ذلك وليست مستحيلة وفي هذا الكتاب ما دام الأردنيون ليسوا مختلفين على شكل النظام السياسي وهو نظام نيابي ملكي وراثي إذن يجب أن تتحقق فيه مواد الدستور الأردني التي لا زالت قائمة حتى هذه اللحظة وهي المادة الأولى واحد من الدستور أن النظام السياسي يومي ملكي وراثي ثانيا المادة 15 التي تحدث عن الحريات المادة 16 التي تحدث عن الأحزاب السياسية والحق في تشكيل الأحزاب السياسية على أن لا تكون عليها رقابة فقط تسجل عند التسجيل ومراقبة الأمور المالية في الدستور الأردني لا يزال المادة 24 قائمة والتي تتحدث أن الأمة مصدر السلطات بالرغم مما جرى على الدستور المادة 128 لا زالت باقية أن أي تعديلات على الدستور وأن أي قوانين لا يصح أن تؤثر في الحريات العامة للمواطنين هذا لا يزال في الدستور الأردني القائم الآن حتى مع العديد مما جرى عليه من اعتداءات حاولت الحقيقة يعني أن أقول أننا في المائة سنة الماضية حصل جهود في مواقف إيجابية كثيرة لا شك فيها لا أنكر جهود الجيش الأردني لا أنكر أن رجالات الأردنيين قاموا بأعمال وطنية كثيرة لكن لا بد من بناء دولة ديمقراطية يعني يؤلمني أنه أصبحنا اليوم حتى يعني في في زمن كلوب وقانون كلوب الأحزاب أنه المطلوب من المواطن الأردني أن يحضر شهادة خلو أحزاب خلو انتماء سياسي كأنها خلو أمراض وإلا لا يتوظف أو لا يسافر والتخويف من الأحزاب السياسية الربيع العربي عرضتوا إليه والربيع الأردني بخاصة عرضتوا إليه وذكرت الموقف الأمريكي الذي أصبح يعلن عنه أن المطلوب أن يبقى صراع بين الشعوب وبين حكامها ولا يتغلب طرفهم على طرف خاصة في سوريا يعني يقول أحدهم ينصح الرئيس الأمريكي أمد هؤلاء الثوار بسلاح حتى إذا وجدتمهم أصبحوا في مرحلة قوية توقفوا عن امدادهم بالسلاح يعني يريد أن يقول إذا انتصر طرف على طرف أمريكا ستكون خاسر يجب أن تنتهك كل القوى الموجودة في أي قطر من الأقطار طبعا لصالح أن يبقى العدو الصهيوني مرتاح الباد طبعا تحدثت عن فتنة أيلول وكيف قيمت واستشهدت أو أخذت كلاما لوصف التن رحمه الله بقراءته لهذه الحالة تحدثت عن مؤتمرات وطنية لم تنعقد يعني عطل انعقادها في العهد القريب الحديث من سنة 88 89 99 وربما 22 مؤتمرات لم تنعقد كلها ستبحث في الشأن الأردني وكيفية الخروج من هذه الحالة وبخاصة أننا نمر بأصعب الحالات في الأردن اقتصاديا وسياسيا والآن الحديث عن السياج يبنى بيننا وبين أرضنا في فلسطين ويقال سياج بين الأردن وبين إسرائيل للأسف استخدم هذا التعبير الحالة الاقتصادية وصلت مديونتنا إلى 40 مليار دينار أردني زادت خلال 10 سنوات 21 مليار دينار ما هو المستقبل؟ هذا لا يمكن أن يتم إلا بأن تفسح تفسح السلطة مجالا للشعب الأردني أن يحمل جزءا من الهم لأن المصيبة تقع على الشعب وليست على رؤساء الوزرات الذين يتبدلون أو يموتون ولا يحاسبهم أحد في هذا الكتاب قدمت خدمة بعد 100 عام لازمنا نبحث عن دولة كلمة ربما يعتبرها البعض قاسية لكني اعتبرتها من الأمانة ليس إنكارا ولا جهودا وإنما وصف للواقع وليس وصف المراقب من الخارج إنما وصف المواطن الذي يغار على بلده ليبني بعد 100 سنة دولة ديمقراطية كما أشرنا يمكن أن يحتذا بها وأنا لا أستبعد هذه الحالة رغم الظروف القاسية اليوم أن الأردنين لأسباب كثيرة سيصلون إلى هذه الحالة وسيسعون إلى بناء دولة ديمقراطية ترجمة نانسي قنقر